موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة دروس برمجة تطبيق الوصفات بطريقة سهلة هذا الدرس سيتمحور حول تكويد الصفحة الثانية اي صفحة الالد ريسيبيز اول شيء سنقوم به هو اضافة كود في صفحة سبلاش سكرين وهو كود اخفاء الشائط العلوي باجل ان يظهر تطبيقنا في كامل الشاشة اول شيء نقوم به هو نسخه من صفحة اكواد ثم الذهاب الى سبلاش سكرين ونسقه هنا ايضا يجب علينا ان نقوم بالضغط على alt ثم on time من اجل سيراد المكتبات الضرورية لشغاله ايضا سنحتاج الى لسقه في صفحتنا الحالية وهي صفحة الالد ريسيبيز نضغط هنا على اوكي ثم نقوم بالحفظ اول شيء سنقوم به في هذه الصفحة وهو اضافة القائمة العلوية من اجل تقييم التطبيق والذهاب لرؤية جميع الطبيقات المطور لفعل ذلك نقوم بالذهب الى صفحة اكواد ثم البحث عن كود اعداد قائمة ثم نقوم بنسخه ونقوم بالنزول الى الاسفل ونقوم بنسخه هنا ثم نقوم بالضغط على alt ثم on time من اجل سيراد مكتبات الضرورية لشغاله الآن سنحتاج الى انشاء مجلد المونيو لفعل ذلك نقوم بالذهب الى مجلد الرئيس ونقوم بالضغط عليه بزر الفئر الايمن ونختار new ثم android resource directory ثم نقوم باختيار resource type نختار menu ثم نضغط على اوكي بعد ذلك نقوم بالضغط على هذا المجلد الذي انشاء للتو ونختار new ثم menu resource file ونسميه مثلا سنسميه مثلا menu ونقوم بالضغط على اوكي بعد ذلك نقوم باضافة كود تالى اليه وهو item ثم سنقوم بكتابة android title وسنكتب فيه مثلا قيم التطبيق ثم سنقوم باضافة android id ثم نكتب الكود تالي ونضيف وراءه مثلا سنكتب مثلا rate up ثم نقوم بإغلاق الكود ونقوم بالحفظ ثم نعود الى صفحة allrecipes.java ونكتب هنا اسم الملف يعني هذا الملف الذي يوجد هنا وهو menu هنا سنكتب ال id الذي وضعناه للتو وهو rate up سنضيف ايضا ايتم اخر الى هذا الملف وهو ايتم خاص بالمزيد من التطبيقات سنكتب هنا مثلا المزيد من التطبيقات ثم نغير ال id الخاص به الى more apps الآن نعود الى صفحة allrecipes ثم نقوم بنسخ هذا الكود ونعيد رسقه هنا في الاسفل ثم نغير ال id الخاص به الى more apps الآن هذا الكود معناه هو انه عند الضغط على قائمة تقييم التطبيق من الذي سيحدث للحصول على كود تقييم التطبيق نقوم بالذهاب الى صفحة الاكواد ثم البحث عن كود فتح التطبيق في google play store من اجل تقييمه ونقوم بنسخه ثم نعود هنا ونقوم بنسخه ثم نضغط على alt ثم android ونكتب هنا يمكن ان نكتب اسم الباكاج الخاص بنا او نحذف الكود السابق ونترك تساوي ونكتب زائد ثم نكتب امامها get package name وفي هذه الحالة اذا قمنا لاحقا بتغيير الباكاج الخاص بالتطبيق فلن نحتاج الى تغييره هنا الان نقوم بالحفظ وبالنسبة للكود الخاص بالمزيد من التطبيقات سنقوم فقط بنسخ هذا الكود ونعيد لسقه هنا ثم سنقوم بالذهاب الى صفحة المطور الخاصة بنا سنختار مثلا صفحة google ثم نقوم بنسخ هذا الكود ونقوم او هذا الرابط ونقوم بلسقه هنا ثم نقوم بوضعه بينهم والزوجتين الان بهذا نكون قد انتهينا من برمجة الكود الخاص بتقييم التطبيق والمزيد من التطبيقات الان سنقوم بالحفظ ثم سنمر الى الكود الخاص باذهار نافذة منبطقة من اجل تأكيد الخروج من التطبيق لفعل ذلك نقوم بالذهاب الى صفحة الاكواد ثم نقوم بالبحث عن كود خاص باذهار نافذة منبطقة قابلة للتخصيص باعتماد ملف layout ثم نقوم بنسخه ونقوم بلسقه هنا ونقوم بالضغط على alt ثم entry من elstered المكتبات الضرورية لاشتغال الكود الان نعود الى صفحة الاكواد ونقوم بنسخ كود تخصيص نافذة منبطقة ثم نقوم بي ثم نقوم بالذهاب الى نعود الى android studio ونضغط هنا يعني فوق مجلد ال layout بزير الفعل الايمن ونختار new ثم layout resource file ونسميه مثلا closing dialogue ثم نقوم بالضغط على ok ونقوم بالضغط هنا على text ثم نقوم بلسق الكود الذي نسخنا للتو في مكان الكود السابق كما نلاحظ فهذه هي النافذة المنبطقة التي ستظهر لنا عند الخروج من التطبيق الآن سنقوم بالحفظ ونعود الى صفحة allrecipes.java بالنسبة لهذا الكود فهو يعني هو الذي يقوم باستدعاء هذا ال xml هنا ايضا بالنسبة لهذا الكود فهو يمنع يعني يقوم بإلغاء إنهاء هذه النافذة المنبطقة عندما يضغط مستخدم على زر الرجوع هنا قمنا بتعريف زرين وذلك من أجل القيام بإلغاء هذه يعني نقوم بإنهاء هذه النافذة المنبطقة عند الضغط على زر لا يعني هذا الزر ثم ثم القيام بإغلاق التطبيق عند الضغط على زر yes بالنسبة لطول وعرض هذه النافذة المنبطقة فيجب علينا أن نقوم بالدهاب إلى صفحة الأكواد ثم البحث عن كود الحصول على طول وعرض شاشة الجهاز ثم نقوم بنسخه ونعود إلى أندرويد ستوديو ونقوم بلسخه مثلا هنا ثم نقوم بالضغط على alt ثم entry من الاستيراد المكتبة الضرورية لاشتغاله بالنسبة لطول هذه النافذة المنبطقة فسيكون هو مثلا طول الشاشة ثم سننقص منه مثلا 60 وبالنسبة لعرضها سيكون هو عرض الشاشة وسننقص منه مثلا 100 بالنسبة لهذه المقاسات سنقوم فقط الان بوضعها كأرقام وبالنسبة لتغييرها لكي تتلأم مع جميع مقاسات شاشات أجهزة اندرويد فسنقوم بشرح ذلك لاحقا الآن من أجل معاينة الكود أو معاينة تطبيقنا سنقوم بتشغيله ثم سننتظر حتى يقوم اندرويد ستوديو ببناء تطبيقنا وتثبيته على المحاكي وتشغيله الآن كما نلاحظ فقد نسينا وضع هذه القائمة عندما يريد مستخدم الخروج وذلك عندما يقوم بالضغط على زر الرجوع الخلف من أجل أن نقوم بإصلاح هذا المشكل سنقوم بالتوجه إلى صفحة الأكواد ثم سنقوم بنسخ كود القيام بأمر ما عند الضغط على زر الرجوع الخلف ونقوم بلسقه مثلا هنا ثم نقوم بتحويل كود إظهار النفذة المنبتقة داخله سنقوم بنسخه ثم سنقوم بلسقه هنا الآن سنقوم بالحفظ وكما نلاحظ في المحاكي فإن طول النفذة المنبتقة يعني طولها كبير جدا يجب علينا أن نقوم بتقليله قليلا لفعل ذلك نقوم بالدهاب إلى height هنا ثم سنكتب مثلا 200 ثم سنقوم بالحفظ ونعيد تشغيل التطبيق من أجل معاينته الآن عند ظهور تطبيقنا سنضغط على زر الرجوع الخلف وكما نلاحظ فالنافذة المنبتقة تظهر لكن ما زال عرضها كبيرا سنقوم بتقليله قليلا سنكتب هنا مثلا 40 مثلا ثم نقوم بالحفظ ونعيد تشغيل كود من أجل معاينته وكما قلنا سابقا فإن هذه المقاسات سنقوم بشرح كيفية تغيرها لاحقا الآن عند الضغط على زر الرجوع الخلف نلاحظ بأن النافذة المنبتقة تظهر لكن ما زال مشكل طول خاص بها سنكتب هنا مثلا 80 سنقوم بالحفظ ونعيد تشغيل كود الآن كما نلاحظ يجب علينا أن نقوم بتقليله قليلا سنكتب هنا مثلا 300 ثم سنعيد تشغيل التطبيق كما نلاحظ فما زال يجب علينا أن نقوم بتقليله قليلا سنكتب هنا 320 ثم سنقوم بالحفظ ونعيد تشغيل التطبيق الآن كما نلاحظ فقد ظهرت بشكل جيد الآن عند الضغط على زر لا نلاحظ بأنها تختفي ويظهر لنا تطبيقنا وعند الضغط على زر نعم يغلق التطبيق الآن بهذا نكون قد انتهينا من برمجة النافذة المنبتقة التي تظهر عندما يريد المستخدم إغلاق التطبيق الآن سنمر إلى برمجة ملء صفحة بالوصفات التي سنضع صورها داخل مجلد الأسيتس بالنسبة لطريقة العمل هو أننا سنضع مجموعة من الصور داخل مجلد الأسيتس كل صورة تمثل الصورة المصغرة الخاصة بالوصفة سنضع هنا مجموعة من الصور صورة أسفل صورة أيضا بالنسبة للينير ليو الثاني والثالث قبل البدء في التكويل سنحتاج إلى إضافة الصور إلى مجلد الأسيتس أول شيء يجب علينا أن نقوم به هو إنشاء هذا المجلد لفعل ذلك نقوم بالذهب إلى يعني المجلد الخاص بطبيقنا ثم نتوجه إلى ثم سرسي ثم مين ثم نقوم بالضغط بزر الفعل الأيمن ونختار نوفو ثم دوسي ونسميه مثلا عفوا نسميه أسيتس ثم نقوم بالدخول إليه ثم سنقوم بإنشاء مجلد داخله هو الذي سيحتوي على الصور المصغرة لوصفاتنا سنسميه مثلا تامب نايز بالنسبة للصور التي سنضعها داخله لقد سابق وقمت بإعدادها يعني داخل الكود السابق يعني كود الوصفات لقد قمت بإعدادية سابقا والآن نقوم بإعادة الشرح الطريقة نذهب إلى اس أل سي ثم مين ثم أسيس ثم ندخل إلى هذا المجلد كما نراحل فقد أضفنا فقط تسع صور يمكنك أن تضيفها يعني مات الشأ من الصور فقط يعني أضفها هنا بإسم تامب نايل تسعة يعفوا بإسم تامب نايل ثم رقم الصورة ثم .png نقوم بنسخ هذه الصور ثم نعود إلى مجلدنا ونقوم بلسقها داخله كما نلاحظ فهذه الصور هي عبارة فقط عن صور مصغرة للوصفات تحمل صورة الوجبة الغدائية ورقم الوصفة لدينا هنا تسع صور الآن من أجل إضافة هذه الصور أوتوماتيكيا إلى هذه اللينير لايوت هنا سنقوم بالدهاب إلى صفحة ثم سنقوم بالضغط هنا ثم نضغط على زر من أجل خلق مسافة للعمل ثم سنحتاج إلى تعريف تلك اللينير لايوت الثلاثة لفعل ذلك نكتب لينير لايوت هنا في الأعلى ثم سنسميه مثلا L1 ثم سنقوم بإغلاق الكود بنقطة فصلة ونقوم بنسخ هذا الكود ونقوم بلسقيه ثلاث مرات مع تغيير رقم الاسم كل مرة الآن سنقوم بالعودة الآن سنقوم بالعودة داخل الفنكشن الخاصة بال ثم سنقوم بكتابة L1 ثم نكتب بين قوسين لينير لايوت ثم نكتب نقوم بنسخ الكود الخاص بنا ونقوم بنسخ الكود الخاص بنا ونقوم بنسقيه مرتين ثم نغير اسم هذا اللينير لايوت إلى L2 ثم الثالث يجب علينا أن نقوم بتغيير اسمه إلى L3 نفس الأمر بالنسبة للإد الخاص به إلى L2 ثم L3 وكمراحضة بسيطة فإن هذه الأيديهات استعملنا نفس الأيديهات التي قمنا بإعطائها لهذه اللينير لايوت الثالثة الموجودة داخل صفحة الأول ريسيبيز هنا L1 وأيضا هنا L2 وهنا L3 الآن نعود إلى صفحة الأول ريسيبيز يعني صفحة الجافا ثم نقوم سنقوم بخلق حلقة يعني تنفيذ كود عدة مرات لفعل ذلك نكتب for ثم نكتب سنحتاج إلى تعريف int سنكتب مثلا سنذهب إلى الأعلى ثم نكتب int ونسميه مثلا image number ثم نغلق الكود بنقطة فاصلة الآن سنقوم بيعني هذه الحلقة أو ما يسمى بلوب فيعني التصميم الخاص بها هو أن نكتب for ثم نكتب داخلها ثم نكتب داخلها الرقم الذي نود الانتقال منه وفي حالتنا هذه هو واحد لأننا سنبدأ بالصورة الأولى حتى آخر صورة لفعل ذلك نكتب image number تساوي واحد ثم نغلق بنقطة فاصلة بالنسبة للأمر الثاني الذي يجب علينا أن نكتبه هو يعني الرقم الذي ستتوقف عنده هذه الحلقة وفي حالتنا هذه هو عدد الملفات في ملف التامب نايز في مجلد الأسيتس بالنسبة لحالتنا هذه هو تسعة لكن لا يجب علينا أن نكتب تسعة لأنه يمكن أن تضيف ما لا نهاية له من الصور هنا من أجل أن نقوم بكتابة يعني من أجل أن نقوم بمعرفة عدد الملفات أو عدد الصور ليتوجد داخل مجلد ما ينتمي إلى الأسيتس سنعود إلى صفحة الأكواد ثم سنقوم بالبحث عن كود الحصول على عدد الملفات ليتوجد في مجلد ما موجود في مجلد الأسيتس ثم نقوم بنسخه ونقوم بلسقه مثلا هنا ثم سنقوم بنسخ هذا الانت من هنا وسنقوم بلسقه هنا في الأعلى ونغلق بنقطة فاصلة ثم سنحدث الانت من هنا ثم سنقوم بحدث هذا الكود من هنا بالنسبة لهذا الفولدر نيم يعني المجلد الذي نود أن نعرف عدد الملفات الذي يوجد داخله والذي ينتمي إلى مجلد الأسيتس في حالتنا هذه هو مجلد الطامب نايلز نكتب هنا طامب نايلز كما نلاحظ فأن اندروس سوديو يقوم بالتسطير عليه باللون أحمر وذلك لأنه يمكنه كما نلاحظ هنا يمكنه أن يحدث exception من نوع جافا من أجل تصحيح هذا الخطأ نقوم بالضغط خلفه ثم عند ظهور هذه الرسالة هنا نقوم بالضغط عليها ونختار هذا الصحيح الأول وكما نلاحظ هنا فإنه قام بوضعها داخل try ثم catch io exception وبهذا نكون قد أصلحنا المشكل هنا في اللوب الخاص بنا قلنا قلنا بأنه سيبدأ من واحد ثم سيتوقف عندما يصبح الimage number أصغر من الفايلز number يعني عدد الملفات لا يوجد داخل مجلد لكن يجب أن نضيف إليه واحد حتى يتوقف عنده بالضبط لأنه إذا تركناه هكذا فإنه سيتوقف عند ما قبل آخير ثم نكتب نقطة فاصلة من أجل إغلاق الكود بالنسبة للأمر الثالث وهو كيف يعني الطريقة التي سيزداد بها هذا المتغير يعني image number من أجل أن نعرف الطريقة أو يعني كيف سيزداد سنقوم بمعاينة أو اعتماد على هذه الصورة كما نلاحظ هنا فإن هذه الصفوف تمثل linear layout 3 التي لدينا في صفحة كما نلاحظ هنا فإنه في linear layout الأول ستظار لنا فقط صور ذات الرقم واحد وأربعة وسبعة ثم عشرة إلى آخره كما نلاحظ فإنه يعني تزاد بثلاثة يعني واحد عندما نضيف إلي ثلاثة نحصل على أربعة وأيضا أربعة عندما نضيف إليها ثلاثة نحصل على سبعة وهكذا الآن من أجل أن نعبر عن ذلك سنكتب image number تساوي image number زائد ثلاثة يعني أنه سيضيف إليها يعني الرقم الحالي سيضيف إلي ثلاثة كل مرة الآن سنقوم بالضغط على يعني سنقوم بفتح معقوفة لفعل ذلك نقوم بالضغط على alt ثم 123 ثم يجب أن نقوم بإغلاقها أو كما نلاحظ هنا فأنظر السوديو قام بإغلاقها أوتوماتيكيا الآن كل مرة يعني يعني كل مرة يقوم بتعريف image number يجب عليه أن يضيف الصورة التي تحمل الimage number إلى اللينير ليوت الأول من أجل فعل ذلك يجب علينا أولا أن نقوم بإنشاء image view جديدة سنكتب image view وسنسميها مثلا image ثم سنكتب تساوي ونكتب new image view ويجب أن نكتب بين هذه القوسين الصفحة التي نوجد نحن بداخلها يعني هي صفحة all recipes dot this الآن كل مرة سيقوم بإنشاء صورة ثم سنقوم بيعني من أجل وضع يعني وضع صورة من مجلد ال assets داخل هذه الصورة الجديدة سنقوم بالدهاب إلى صفحة الأكواد ثم البحث عن كود وضع مصدر الصورة من ملف مجلد ال assets ونقوم بنسخه ثم سنقوم بنسخه هنا ثم سنقوم بالضغط على alt ثم entre من أجل استيراد المكتبات ضرورية لاشتغال الكود ثم سنقوم ب هنا يجب علينا أن نكتب يعني المصاد لا يتوجد داخل الصورة في حالتنا هذه الصورة توجد داخل مجلد الطامب نايلز ثم يعني اسمها هو طامب نايل ثم سنضيف إليها ال image number الحالي سنكتب زائد image number ثم سنضيف إليها امتداد يعني point png بالنسبة لهذا الامتداد سنشرح لاحقا كيف سنقوم بتغييره من ملف مثلا ملف setting سنقوم بإدراجه في ال values من أجل إذا أرد البعض استخدام صور يعني png أو جي بي جي أو امتدادات أخرى للصور كما نلاحظ هنا فنفس الأمر يعني كما نلاحظ فإنه من الممكن أن تحدث لنا يعني exception من نوع io exception من أجل صحيح الكود سنقوم بنفس يعني نفس الطريقة السابقة سنضعه داخل يعني tray يعني tray و catch exception ويجب علينا أن نقوم بوضع الكود كاملا داخل يعني داخل هذه الطري هنا أيضا هذا الكود سنضيفه هنا بالنسبة لهذا الكود فإنه يقوم بفتح ملف يعني يقوم بفتح ملف ثم يقوم بفتح الصورة ذات الاسم ثم يعني image number يعني يضيف إليها واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني image number حالي ثم .png عندما يقوم بفتحها يقوم بإنشاء درواب الجديد ثم يقوم بتغيير يعني الدرواب الخاص بهذه الimage view الجديدة إلى ذلك الدرواب الذي قام بإنشائه للتو وبالنسبة لهذا الكود يعني image.set tag image number سنحتاجه من أجل يعني سنحتاجه من أجل يعني برمجة الكود الخاص بصفحات سنقوم بشرحه لاحقا الآن عندما يقوم بإنشاء يعني كل مرة يعني كما نلاحظ هنا بالنسبة لي عندما سينتقل من image number واحد ويقوم بإضافة ثلاثة إليها كل مرة سيقوم بإنشاء صورة جديدة ثم سيضع داخلها الدرواب المرتبط بهذا image number ثم يجب علينا أن نقوم بتغيير طولها وعرضها سنقوم بنسخ هذا الكود من هنا ثم سنقوم بلسقه هنا هنا بالنسبة لطول الصورة وعرضها سنكتب هنا في الطول مئة واثنان واربعون وأيضا هنا في العرض سنكتب مئتان وخمسة وعشرون أيضا بالنسبة لهذه المقاسات سنقوم بشرح كيفية تعديلها من أجل تناسب التطبيق مع جميع الأجهزة الآن بعدما قمنا بإنشاء صورة جديدة وتغيير الدرواب الخاص بها وتغيير طولها وعرضها وذلك لكي تتناسب داخل هذا سنقوم بالبحث عن كود تغيير الهوامش الخاصة بعنصر ما وذلك من أجل تغيير الهامش السفلي الخاص بهذه الصورة وذلك لكي لا تبدو الصورتان أو الصور جميعها متقاربة جدا بالنسبة لهامش اليسار سنتركه سفر أيضا هامش الأعلى سنتركه سفر وهامش اليمين أيضا سنتركه سفر وبالنسبة لهامش الأسفل سنكتب مثلا خمسة عشر الآن سنقوم بالحفظ الآن بعدما قمنا بإعداد هذه الصورة يجب علينا أن نقوم بإضافة هذا يعني هذه الإعدادات الخاصة بالطول والعرض والهوامش إلى الصورة سنكتب image.setLayoutParents ونكتب هذا الاسم الذي كتبنا هنا سنقوم بنسخه ثم سنقوم بلسقه هنا بعد ذلك سنقوم بإضافة هذه الصورة إلى سنكتب L1 ثم نكتب addView ثم نكتب image الآن بعدما قمنا بإضافتها سنحتاج إلى يعني ما الذي سيحدث عندما سنضغط عليها وكما قلنا سابقا عندما سنضغط عليها سنقوم بالانتقال إلى صفحة single recipe ثم سنقوم بإرسال رقم الصورة الحالي إلى هذه الصفحة من أجل التعبير عن ذلك نكتب image.setOnClickListener ثم يعني نكتب setOnClickListener ثم نكتب new ثم OnClickListener ونعود إلى صفحة الأكواد ونبحث عن كود الانتقال إلى activity معينة مع إرسال متغير معين نقوم بنسخه ثم نقوم بلسقه هنا وبالنسبة للصفحة الحالية التي نوجد داخلها هي صفحة AllRecipes يمكننا أن نكتب AllRecipes أو GetBasContext كما قلنا ذلك سابقا سنكتب اسم الصفحة الحالية وهو AllRecipes عفوا سنكتب هنا AllRecipes بالنسبة للصفحة التي يجب الانتقال إليها هي صفحة SingleRecipes كما نلاحظ هنا فيجب علينا أن نقوم بإنشائها لفعل ذلك نقوم بالضغط هنا على هذا المجلد ثم نختار New ثم Java Class ثم نكتب هنا SingleRecipes ثم نقوم بالضغط على OK ثم نعود إلى صفحة AsperScreen وذلك فقط من أجل أخذ الكود الذي يوجد داخلها ونقوم بلسقه مكان الكود السابق الذي كان موجودا في صفحة SingleRecipes ونغير اسم كلاس إلى SingleRecipes ثم نغير الصفحة يعني صفحة التصميم المرتبطة بهذه الأكتيفيتي أيضا إلى SingleRecipes الآن نقوم بالحفظ ثم نعود إلى Android Manifest من أجل تعريف هذه الأكتيفيتي نقوم بنسخ هذا الكود من هنا ثم نقوم بلسقه هنا ونغير اسم الصفحة إلى SingleRecipes وكملاحظة بسيطة فإن الطبيقة لا يشتغل فقط في وضع الشاشة العمودي يعني Portray لذلك سنكتب في جميع هذه الأكتيفيتيز سنكتب Android Screen Orientation ونكتب Portray ثم سنقوم بنسخ هذا الكود من الأكتيفيتي الأولى ونعيد اسقه في الأكتيفيتي الثانية وأيضا في الأكتيفيتي الثالثة ثم نقوم بالحفظ ونعود إلى الـ Class الخاص بالـ AllRecipes ثم نكتب الصفحة التي نود الانتقال إليها هنا وهي صفحة SingleRecipes أيضا بالنسبة لمتغير الذي نود أن نقوم بإرساله إلى صفحة SingleRecipes عند الانتقال وهو الطاق الخاص بهذه الصورة ومن أجل فعل ذلك سنكتب هنا فقط Image Number وكاسم له سنكتب هنا Image Number وبالنسبة لقيمته هي قيمة الطاق الخاص بهذه الـ Image ويجب علينا أن نقوم بتحويله إلى Int لفعل ذلك نكتب Integer عفواً ثم نكتب نقطة ونكتب PartsInt ونكتب Image ثم نكتب نقطة ونكتب GetTag ثم نكتب نقطة ونكتب ToString الآن قمنا بإعداد Intent خاصة بالانتقال من الصفحة الحالية إلى صفحة Assign the Recipes ثم قمنا بوضع Int يحمل الطاق الخاص بالإيماج وقمنا بإعطائه اسم Image Number الآن نقوم بالحفظ ثم سنقوم بتشغيل الكود من أجل معينته وننتظر حتى يقوم Android Studio ببناء تطبيقنا وتثبته في المحاكي وتشغيله الآن كما نلاحظ فإنه بمجرد ما أن يشتغل الطبيقنا فإنه وضع لنا داخل Linear Layout الأول جميع الصور التي يجب أن توضع هنا كما قلنا سابقاً الصورة الأولى والرابعة والسابعة وذلك من أجل أن يترك الصورة الثانية يعني الثانية والثالثة يجب أن يتركها في Linear Layout المناسب لها كما نلاحظ هنا لدينا تسع صور يعني في Linear Layout أول يجب أن تظهر لنا الأولى والرابعة والسابعة وهنا تظهر لنا التاسعة الآن عندما سنضغط على الصورة الأولى سينتقل إلى صفحة single recipe ويعني سنترك هذه الحلقة القادمة من أجل برمجتها الآن سنعود إلى صفحة all recipes وذلك من أجل ملء ال Linear Layout الأخرى المتبقية يعني Linear Layout الثاني والثالث هنا سنقوم بنسخ هذا الكود سنقوم بنسخ كود اللوب من هنا ثم سنقوم برسقه هنا ونغير يعني نغير الرقم الذي سيبدأ منه كما نراحل الآن في هذه الصورة فإن اللوب الأولى بدأت من 1 اللوب الثاني يجب أن تبدأ من 2 ونفس الأمر يعني تنتقل ب3 يعني 2 زائد 3 أسوى 5 و5 زائد 3 أسوى 8 وهكذا يعني يجب أن تبدأ من 2 نفس الأمر يعني يجب أن تبدأ من 2 وتتوقف عند يعني عند آخر يعني عند ما يصل الرقم الصور الحالي إلى عدد الصور أو الملفات التي توجد داخل مجلد ويعني ينتقل كود ب3 يعني كل مرة يقوم بإنشاء صورة جديدة ثم يقوم بوضع بعدما يقوم بإحضاره من الأسيتس فيها ثم يقوم بتغيير طولها وعرضها وأيضا الهامش الخاص بها وأيضا يقوم بإضافتها وهنا يجب أن نقوم بتغييره إلى الاثنان يعني يقوم بإضافة هذه الصور إلى اللينير ليو الثاني وأيضا عند الضغط على الصورة سيتم الانتقال إلى الصفحة السينجل ري سيبي مع إرسال انت يحمل رقم الصورة الآن سنقوم بلسق الكود السابق يعني من أجل ملء اللينير ليو الثالث وكما نلاحظ الآن في هذه الصورة نفس الأمر ينتقل بثلاثة ولكنه يبدأ بثلاثة الآن سنكتب هنا في الامج نمبر ثلاثة أيضا نفس الأمر ينتقل بثلاثة ويقوم بوضع الصورة ويغير خصائصها لكن يجب عليه أن يقوم بإضافة الصورة إلى اللينير ليو الثالث من أجل التعبير عن ذلك نكتب هنا الثالثة ثم نقوم بالحفظ ونقوم بتشغيل تطبيقنا من أجل معاينته والآن كما نلاحظ عندما اشتغل تطبيقنا قام بملء اللينير ليو الثالثة بالصور التي توجد يعني التي توجد داخل التامب نايز هنا يعني من واحد إلى تسعة وكما نلاحظ بسيطة في حالة ما أردنا أن نضيف صورة أخرى يجب علينا أن نسميها تامب نايز ثم نكتب رقمها يعني الرقم التالي وهو مثلا عشرة ثم نكتب نقطة ونكتب PNG الآن سنقوم بشرح الطريقة سنقوم بإضافة الصورة سنذهب إلى مجلد تطبيق هنا ثم نذهب إلى أب ثم SRC ثم مين ثم نقوم بالدخول إلى أسس ثم تامب نايز ثم سنقوم بإضافة صورة سنقوم فقط بنسخ الصورة يعني الصورة من هنا ونقوم بلسقها ويجب علينا بالضرورة أن نقوم بتغيير اسمها إلى تامب نايز ثم نكتب الرقم يعني الرقم التالي وهو عشرة ثم نقوم بالحفظ سنقوم بالرجوع إلى أندرستوديو ونعيد شغل تطبيقنا من أجل معاينته وننتظر حتى يقوم أندرستوديو ببنائه ثم نقوم بفتح موحاكي الخاص بنا وكما نلاحظ فإنه كما نلاحظ هنا أضافة الصور التسعة ثم أضافة الصور العاشرة يعني في اللينير ليوت الأول بهذا نكون قد انتهينا وكم لاحظة بسيطة قبل أن ننتهي بالنسبة للقائمة لم نشرح كيف ظهرت هذه تظهر هنا في الأعلى عند الضغط على هذه الثلاث نقاط التي توجد في الأعلى في اليمين تظهر لنا تلك القائمة قائمة قيم التطبيق والمزيد من التطبيقات بالنسبة لقائمة تقيم التطبيق فإنها لن تعمل حاليا لأن تطبيقنا لا يوجد داخل بلاي ستور وبالتالي عند الضغط عليها سيخبرنا بأن التطبيق غير موجود بالنسبة للمزيد من التطبيقات فإنه عند الضغط عليها سينقلنا إلى صفحة كما قلنا سابقا صفحة مطور في حالة إن اخترنا جوجل يعني صفحة تطبيقات جوجل سنقلنا إليها من أجل معينة جميع التطبيقات كما نلاحظ الآن بهذا نكون قد انتهينا من برمجة يعني تكويد صفحة الأول ريسيبيز نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم انتظروا الفيديو القادم الذي سيخص صفحة السينقل ريسيبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته